اشتركوا في القناة فان الانسحاب المؤقت منها يزيد الحديث عنك وحتى الاعجاب بك وعليك ان تتعلم متى تغادر اخلق القيمة عن طريق القدرة انتهاك القانون ومرعاته كان السير غليوم دي بالون من شعراء اطرو بادرو الجوالين في جنوب فرنسا في العصور الوسطى متنقلا من قلعة الى قلعة مترمنا بالشعر يلعب دور الفارس الكامل وفي قلعة جافياك التقى بسيدة جميلة في البيت ووقع في غرامها وهي المدام غل لما دي جافيك وغن لها اغانية وانشد اشعاره ولعب معها الشطرنج وشيئا فشيئا وقعت في غرامه وكان له صديق هو السير بير دي بارجاك كان يسافر معه ويستقبل في القلعة كذلك ووقع بير في غرام سيدة اخرى في جافياك ايضا هي الفاتنة فيرنيتا ذات المزاج المتقلب وذات يوم وقعت مشاجرة عنيفة بين بير وفيرينيتا فطردته السيدة فراح يبحث عن صديقه غليوم لرأب الصدع ومساعدته على العودة الى الحضوة لديها وكان غليوم على وشك مغادرة القلعة لفترة ولكنه عند عودته استخدم سحره واصلح ما بين بير والسيدة فشعر بير ان حبه لها قد زاد عشرة اضعاف وانه ليس من حب في الواقع اقوى من الحب الذي يأتي بعد المصالحة فاخبر غليوم انه كلما كان الخلاف قويا وطويلا زادت حلاوة الشعور الذي يأتي مع حلول السلام وعودة الوصال وكان السير غليوم باعتباره من الطروبادرو يفتخر بانه قد جرب كلما سرات الحب والامه وعندما سمع صديقه يتكلم اراد هو الاخر ان يعرف نعمة الصلح بعد مشاجرة ولذلك تصنع غضبة عظمى مع السيدة غوليلما فتوقف عن ارسال رسائل الغرام اليها وغادر القلعة فجأة وظل بعيدا حتى اثناء الاعياد والاحتفالات ومواسم الصيد فادى ذلك الى تهيج السيدة وشعورها بالوحشة وارسلت غوليلما رسلا الى غليوم ليكتشفوا ما الذي حدث ولكنه ردهم على اعقابهم ظل منه ان ذلك سيغضبها ويرغمه على ان ينشد الصلح كما فعل بير غير ان غيابه كان له بدلا من ذلك اثر معاكس فقد جعل حب غوليلما له يزيد اكثر فراحت السيدة تطارد فارسها وثبعة له بالرسل ورسائل الغرام وهذا ما لم يكن احد قد سمع به في ذلك الزمان اذ لم تكن السيدة تطارد شعيرها وهو شيء لم يحبه غليوم لان اندفاع أولي لما جعله يشعر انها فقدت شيئا من كرامتها ولم يكن بعد متأكدا من خطته بل لم يعد متأكدا من سيدته كذلك واخيرا وبعد عدة اشهر من انقطاع اخبار غليوم تخلت عنه وللما فلم تعد ترسل له الرسل فبدأ يتساءل لعلها غاضبة ولعل الخطة قد تكون نجحت بعد كل شيء ان كان ذلك كذلك فهو افضل فلينتظر اكثر لقد حان وقت المصالحة فارتدى افضل ثيابه وزين حصانه باجمل سرج مزركش واختار خوذة رائعة ورحل الى جافئك وعندما سمعت غليلما ان حبيبها قد عاد هريعت لتراها وركعت امامه واسقطت قناعها لتقبله وتوصلت اليه ان يعفو عن اي زلة سببت غضبه ولك ان تتصور ارتباكه ويأسه لقد فشلت خطته فشلا ذريعا فلم تكن غاضبة بل هي لم تغضب ابدا بل ان الفراق لم يزد حبها الا عمقا وهكذا فليستمتع غليوم بلذة المصالحة بعد شجار فعندما رآها ويأس من تذوق تلك المتعة قرر ان يحاول مرة اخرى فابعدها عنه بكلمات خشنة واشارات تهديد وعند اذ غادرته وقد حلفت ان لا تراه ثانية على الاطلاق وفي صباح اليوم التالي ندم اطرو بادور على ما فعل فعاد الى جافياك ولكن السيدة رفضت ان تستقبله واوعزت الى خدمها ان يطردوه ويبعدوه عبر جسر القلعة الى خلف التل فهرب غليوم وعندما عاد الى غرفته انهار وشرع في البكاء لقد ارتكب غلطة شنعا وعلى مدى السنة التالية التي عجز فيها عن رؤية سيدته ذاق طعم الغياب الغياب الرهيب الذي لا يزيد الحب الا لهيبا فكتب واحدة من اجمل قصائده اغنية تصعد لتدعو بالرحمة وارسل عدة رسائل الى اولييم يشرح فيها ما صنع ويتوسل طلبا العفو وبعد الكثير من هذا وامثاله تذكرت اولييم اغانيه الجميلة وقوامه الوسيم ومهاراته في الرخص وفي الصيد بالسقور فوجدت نفسها تحن الى اعادته وكعقوبة على قصوته امرته ان يقتلع ظفر الخنصر من يده اليمنى ويرسله اليها مع قصيدة تصف بؤسه وتعاسته ففعل ما طلبت واستطاع غليوم في اخر الامر ان يتذوق غاية المتعة لذة صلح فاقت حتى تلك التي تذوقها صديقه بيير التفسير في محاولة اكتشاف مسرات المصالحة جرب غليوم ديباليون عن غير قصد صحة قانون الغياب والحضور فعند بداية العلاقة فانك بحاجة الى رفع درجة حضورك في عيون الاخر فاذا غيبت نفسك في وقت مبكر اكثر من اللازم فقد تمسى ولكن عندما تنشغل بك عواطف حبيبك وتتبلبر مشاعر الحب فان الغياب يثير ويلهب كما ان عدم اعطاء سبب لغيابك يثير اكتر اذ ان الاخر يفترض ان الخطأ منه او منها واثناء غيابك فان خيال حبيبك يأخذ في التحليق والخيال المستثار لا يمكن الا ان يجعل الحب اقوى وعلى عكس ذلك فكلما زادت ملاحقة غليليم لغليوم كان حبه لها يتناقص فقد صارت حاضرة اكثر من اللازم وسهلة ملال اكثر من اللازم ولم تترك مجالا لخياله وتصوراته هو الى درجة ان ما شاعره اختنقت وعندما توقفت في النهاية عن ارسال الرسل استطاع ان يتنفس مرة اخرى وان يعود الى خطته ان ما ينسحب وما يصبح نادرا يبدو فجأة انه يستحق احتراما وتكريما اما ما يبقى مدة اطول من اللازم فيغمرنا بحضوره فانه يجعلنا نحتقره وفي العصور الوسطى كانت السيدات يعرضن فرسانهن بالطراد لتجارب الحب واختباراته فيرسنهم في رحلات طويلة وشاقة في طلب شيء ما وكل ذلك لخلق نمط من الغياب والحضور والواقع انه لو لم يترك غليوم سيدته بادئ الامر فربما كانت ستضطر الى ارساله بعيدا عنها وبذلك تخلق غيابه بنفسها ان الغياب ينقص العواطف الصغيرة ويلهب العواطف الكبرى كما تطفئ الريح الشمعة وتلهب النار مراعاة القانون على مدى قرون كثيرة تحكم الاشوريون باسيا العليا بقبضة حديدية غير انه في القرن الثامن قبل الميلاد ترى عليهم اهل ميديا ايران الشمالية الغربية الان فتحرروا منهم في اخر الامر فكان على الميديين ان يقيموا حكومة جديدة وقد صمموا على تجنب اي شكل من اشكال الطغيان فرفضوا اعطاء اي رجل بمفرده سلطة مطلقة او اي قيم ملكية ولكن البلد بدون قائد سرعان ما سقط في الفوضى وتصدع الى ممالك صغيرة وراحت كل قرية تقاتل ضد القرية الاخرى وفي احدى هذه القرى كان يعيش رجل يدعى ديو سيز بدأ ينشئ لنفسه سمعة بمعاملته المنصفة وقدرته على حل المنازعات وقد بلغ من نجاحه في ذلك في الحقيقة انه سرعان ما صار يحال اليه اي نزاع قانوني ينجب في المنطقة فتزايدت سلطته وفي جميع ارجاء المنطقة كانت سمعة القانون قد انحطط اذ ان القضاة كانوا فاسدين ولم يعد احد يعهد بقضيته الى المحاكم بل يلجأ الى العنف بدلا من ذلك وعندما شاعت اخبار حكمة ديو سيز وعدم فساده وحياده الذي لا يتزعزع راحت القرى في اقاصي ارجاء المنطقة تلجأ اليه لحل مختلف انواع القضايا وسرعان ما اصبح قاضي تحكيم العدالة الوحيد في البلاد وفي اوجي سنطته قرر فجأة انه قد عان من هذه التجربة ما فيه الكفاية فلم يعد يريد ان يجس في كرسي القضاء ولا ان ينظر في القضايا ولا ان يسوي المنازعات بين الاخ واخيه او بين قرية وقرية وشك من انه امضى كثيرا من وقته يعالج مشاكل الناس الاخرين الى درجة انه اهمل اموره نفسها فتقعد فهبط البلد مرة اخرى الى حضيض الفوضى ومع الانسحاب المفاجئ لمحكم قوي ذي نفود مثل ديو سيز تزايرت الجريمة وصار احتقار القانون اعظم من اي وقت مضى وعقد الميديون من كل القرى اجتماعا ليقرروا كيفية الخروج من محنتهم فقال احد زعماء القبائل اننا لا نستطيع الاستمرار في العيش في هذا البلد تحت هذه الظروف دعونا نعين من بيننا رجلا يحكمنا كي نتمكن من العيش في ظل حكومة نظامية بدلا من ان نفقد بيوتنا كلها في غمرة هذه الفوضى وهكذا على الرغم من كل معاناه الميديون تحت الطغيان الاشوري قرروا اقامة ملكية وتسمية ملك وكان الرجل الذي ارادوه ان يحكم اكثر من اي شخص اخر هو طبعا ديو سيز ذو العقلية المنصفة وكان اقناعه صعبا لانه لم يعد يريد اي تعلاقة باقتتال القرى وتشاحنها ولكن الميديين توسلوا اليه وناشدوه فبدونه هبط البلد الى حالة من انعدام القانون فوافق ديو سيز في اخر الامر ومع ذلك فقد فرض شروطا منها بناء قصر هائل له وتزويده بحراس وبناء عاصمة يستطيع ان يحكم منها فنفذت شروطه كلها واستقر في قصره وفي وسط العاصمة كان القصر محاطا بالاسوار بحيث لا يستطيع الناس العاديون ان يصلوا اليه ابدا ثم وضع ديو سيز شروط حكمه فمنع المثول امامه ولم يعد احد في البلاط الملكي قادرا على رؤيته اكثر من مرة في الاسبوع وباذن منه فقط وحكم ديو سيز 53 عاما ووسع الامبراطورية الميدية واقام اسس ما صار فيما بعد يدعى بالامبراطورية الفارسية في ظل حفيد حفيده كوروش واثناء عهد ديو سيز تحول احترام الناس له تدريجيا الى نوع من العبادة فاخذوا يعتقدون انه ليس بشرا عاديا قابلا للموت بل هو ابن اله التفسير كان ديو سيز رجلا عظيم الطموح فقرر منذ وقت مبكر ان البلد بحاجة الى حاكم وانه هو رجل هذه المهمة وفي بلد مبتلى بطاعون الفوضى فان اقوى الرجال سلطة هو القاضي والمحكم وهكذا بدأ ديو سيز حياته العملية بتعزيز سمعته كرجل لا غبار على انصافه ولا مطعن فيه وفي اوجي سلطته كقاد ادرك ديو سيز سحة قانون الغياب والحضور فبخدمة مثل هذا العدد الكبير من الزبائن صار ملاحظا ومتواجدا ومتاحا اكثر من اللازم ففقد الاحترام الذي كان يتمتع به من قبل وصار الناس يأخذون خدماته على انها تحصيل حاصل فكانت الطريقة الوحيدة لاستعادة التبجيل والسلطة الذين يريدهما هي ان ينسحب انسحابا كاملا ليدع الميديين يتدوقون كيف يكون طعم الحياة من دونه وكما توقع فقد جاءوه يتوسلون اليه ان يحكمهم وما ان اكتشف ديو سيز صحة هذا القانون حتى نفذه الى الغاية النهائية من تحقيقه ففي القصر الذي بناه له شعبه لم يكن يستطيع رؤيته سوى عدد قليل من رجال حاشيته وحتى هؤلاء لم يكنوا يرونه الا نادرا وكما كتب هيورديتس كانت هناك مخاطرة في انهم اذا اعتادوا رؤيته فقد يؤدي ذلك الى الغيرة والسقطة فتتبعهما المؤامرات ولكن اذا لم يره احد فان الاسطورة سوف تنمو بانه من طينة تختلف عن طينة البشر العاديين قال رجل لدرويش لماذا لا اراك مرات اكثر فرد عليه الدرويش لان عبارة لماذا لم تأتي لرؤيتي احلى في اذن من عبارة لماذا جئت مرة اخرى المل جامي اقتباس من كتاب ادريس شاه المعنون قافلة الاحلام 1968 مفاتيح السلطة ان كل شيء في الدنيا يعتمد على الغياب والحضور فالحضور القوي يجذب اليك السلطة والنفوذ والانتباه فتشرق اصطع ممن حولك ولكن هناك نقطة حتمية يصبح عندها الحضور اكثر من اللازم منتجا لاثر عكسي فكلما زادت رؤيتك والسماع منك تهبط قيمتك اكثر لانك تصبح عادة ومهما حاولت ان تبدو مختلفا فان احترام الناس لك يقل شيئا فشيئا بطريقة خفية دون ان تدري لماذا فيجب عليك ان تتعلم كيف تنسحب في اللحظة المناسبة قبل ان يطردك الناس على نحو اللاشعوري انها لعبة الاختفاء والبحث وصحة هذا القانون يمكن تقديرها اسهل من اي شيء في قضايا الحب والاغواء ففي المراحل الاولى من العلاقة يثير غياب الحبيب خيالك مما يشكل نوعا من الهالة حوله او حولها ولكن هذه الهالة تتلاشى عندما تعرف اكثر من اللازم عندما لا يعود هناك مجال لخيالك يسرح فيه فيصبح المحبوب شخصا مثل كل الاخرين يؤخذ حضوره على انه تحصيل حاصل ولهذا كانت غانية القرن السابع عشر الفرنسية نينو دي لينكلو تنصح باستمرار ممارسة خدعة الانسحاب بعيدا عن الحبيب وكتبت تقول ان الحب لا يموت ابدا من التجويع بل انه غالبا ما يموت من التخمة ففي اللحظة التي تسمح فيها لنفسك بان تعاملك اي شخص اخر يكون الاوان قد فات اذ يتم ابتلاعك وهضمك ولمنع ذلك فانك بحاجة الى تجويع الشخص الاخر لرؤيتك فارغم الاخرين على احترامك بتهديدهم بامكانية ان يفقدوك الى الابد واخلق نمطا من الحضور والغياب عند موتك سيبدو كل شيء من حولك مختلفا فلسوف تحاط بهالة فورية من الاحترام واسي تذكر الناس انتقادهم لك فيمتلؤون بالاسى والشعور بالذنب اذ انهم يفتقدون حضورك الذي لي عود قط ولكنك غير مضطرا الى الانتظار حتى تموت فبالانسحاب الكامل لفترة يمكنك ان تخلق نوعا من الموت قبل الموت الفعلي وعندما تعود سيكون الامر كما لو انك عدت من الموت فيتعلق بك جو من البعث وسيرتاح الناس لعودتك وهذه هي الطريقة التي جعل جيوسيزا فيها نفسه ملكا ولقد كان نابليون مدركا لقانون الغياب والحضور عندما قال اذا شهدت على المسرح كثيرا فسيتوقف الناس عن ملاحظتي واليوم في عالم يغرقه الحضور من خلال طوفان من الصور فان لعبة الانسحاب لم تزدد الا قوة وتأثيرا فلم نعد نعرف متى ننسحب الا نادرا ولم يعود لاي شيء خصوصية حميمية ولذا فاننا نشعر بالرهبة والهيبة اذا اي شخص قادر على الاختفاء اختيارا ولقد اوجد الكاتبان القصصيان جيروم ديفيد سالينجر وتوماس بينتشون اتباعا يقلدونهم بشكل طقوصي في معرفة توقيت الاختفاء ولهذا القانون جانب اخر معروف اكثر في الحياة اليومية ولكنه يوضح صحته اكثر وهو قانون الندرة في علم الاقتصاد فعندما تسحب شيئا من السوق تخلق له قيمة فورية ففي هولندا القرن السابع عشر ارادت الطبقات العليا ان تجعل الزنبقة شيئا اكثر من مجرد وردة جميلة وارادوها ان تكون نوعا من الرمز للمكانة فجعلوا هذه الوردة نادرة بل يكاد الحصول عليها يكون مستحيلا وبذلك اشعل ما سمي فيما بعد بهوس الزنبق وصارت الزنبقة الواحدة ذات قيمة تعادل وزنها ذهبا وبالطريقة نفسها في القرن العشرين كان بائع اللوحات الفنية جوزيف دوفين يصر على جعل اللوحات التي يبيعها نادرة يتيمة الى اقصى حد ممكن ولكي يبقي اسعارها مرتفعة ومكانتها عالية كان يشتري مجموعات كاملة ويخزنها في قبوه فصارت اللوحات التي يبيعها اكثر من لوحات مجردة صارت اشياء سحرية معبودة وزادت قيمتها بسبب ندرتها وقال ذات مرة بامكانك الحصول على كل الصور التي تريدها بخمسين الف دولار لكل قطعة فهذا سهل اما الحصول على صور لقاء ربع مليون دولار لكل قطعة فهذا يحتاج الى عمل خارق صورة الشمس لا يمكن تقديرها الا عن طريق غيابها فكلما طالت ايام المطر زاد التشوق الى الشمس ولكن ايام الحر اذا زادت عن حدها تجعل حضور الشمس طاغيا تعلم ان تجعل نفسك تغيب واجعل الناس هم الذين يطالبون بعودتك امدد قانون الندرة ليشمل مهاراتك واجعل ما تقدمه الى العالم نادرا ويصعب الوثور عليه وعندئذ تزيد قيمته على الفور وتأتي دائما لحظة يبقى فيها ذو السلطة في مراكزهم مدة اطول مما هو مرحب به فنشعر بالملل منهم ونفقد احترامنا لهم ونراهم كأناس لا يختلفون عن باقي البشر اي اننا في الواقع نراهم اسوأ من غيرهم لاننا حتما نقارن مكانتهم الحالية في نظرنا بمكانتهم السابقة فهناك فن معرفة وقت التقاعد فاذا تم بطريقة صحيحة فانك تستعيد الاحترام الذي فقدته وتحتفظ بجزء من سلطتك كان اعظم حكم القرن السالس عشر هو تشارلس الخامس ملك اسبانيا وامبراطور الهابسبرغ الذي حكم امبراطورية شملت في وقت ما كثيرا من اوروبا والدنيا الجديدة ومع ذلك ففي اوجي سلطته في سنة 1557 تقاعد وانسحب الى دير في بوستا واسرت اوروبا كلها بانسحابه المفاجئ واخذ الناس الذين كانوا يكرهونه ويخافونه يسمونه فجأة عظيما بل لقد راحوا يرونه قديسا وفي العصر الحديث لم تحصل نجمة السينما غريتا غرب على اعجاب اكثر مما جاءها عندما تقاعدت في سنة 1941 ورأى البعض ان غيابها جاء مبكرا اكثر من اللازم فقد كانت في منتصف الثلاثنيات من عمرها ولكنها كانت من التعقل بحيث فضلت المغادرة حسب شروطها هي بدلا من الانتظار حتى يسأم جمهورها منها اجعل نفسك متاحا موجودا وسوف تتلاشى هالة السلطة التي خلقتها حول نفسك ولكن اقلب اللعبة رأسا على عاقب واجعل نفسك اقل توافرا وتواصلا مع الناس وسوف تزيد قيمة حضورك الشاهد استخدم الغياب لقلق الاحترام والتوقير فان الغياب يضخم الشهرة اذا كان الحضور يقلل منها والرجل الذي يعتبر عند غيابه اسدا يصبح عند حضوره مبتذلا وسخيفا والمواهب تفقد بريقها اذا صارت معروفة لنا اكثر من اللازم لان القشرة الخارجية للذهن ترى بسهولة اكثر مما يرى لبه الغني الداخلي وحتى العبقري البارز يستفيد من التقاعد كي يحترمه الناس وكي تجعل الاشواق التي يوثيرها غيابه موقورا بالفزار غرسيان 1601-1658 لا ينطبق هذا القانون الا عند الوصول الى مستوى معين من السلطة ولا تأتي الحاجة الى الانسحاب الا بعد ان تكون قدر السخط حضورك غادر قبل الاوان ولن تزيد في احترامك بل ستتعرض ببساطة للنسيان فعند دخولك الى مسرح العالم للمرة الاولى اخلق صورة متميزة يمكن التعرف عليها واستذكارها ومشاهدتها في كل مكان والى ان تتحقق هذه المكان يظل الغياب خطرا اذ انه يطفي اللهب بدلا من ان يجعله يتوهج وبالمثل فان الغياب في مجال الحب والاغواء لا يكون فعالا الا بعد ان تكون قد توقت الشخص الاخر بصورة بحيث يراك او تراك في كل مكان فكل شيء يجب ان يذكر حبيبك بحضورك بحيث انك حينما تختار ان تبتعد بالفعل فان حبيبك سيظل يفكر بك على الدوام ويراك بعين عقله او تراك بعين عقلها على الدوام كذلك تذكر في البداية لا تجعل نفسك نادرا بل متواجدا في كل مكان ذلك ان ما يرى يقدر ويحب وهو وحده الذي سيفتقد عند غيابه